نعمة لمنقوم فيهما كثير من الناس الصحة والفرار رواه البخاري والرق في الدنيا بحسن العمل ودرام الاستعداد للنضاء الأجل والرق في الدنيا بحسن العمل ودرام الاستعداد للنضاء الأجل وابن آذن يؤمن النظام ويسير يرسوه على الدنيا وما فيها من الأموال والمتاع ويشغره ما هو فيه من النعم عند ذكر قرب العاقبة والنوب النهاية قال عليه الصلاة والسلام يهرم آدم وتشق منه اثنتان العرص على المال والعرص على العمور متفق عليه وعري بمن عرف حقيقة الدنيا وسرعة انقضائها أن يتخير الأنفع له في كل أمره والأكمل من كل شهر فلا يبذل وقته إلا فيما هو أكمل فائدا فيتخير من الفضائل أعلاها ومن الصالحات أسناها ومن القربات أجلها ومن لم يكن لسه من لم يكن مرازماً للطاعات فليكن مفارقاً للسيئات على أن من لم يستدل الإحسان فحاله إلى نصان ومن لم يتقدم بالخيرات تأخر بالسيئات قال سبحانه لمن شاء منكم أن يتقدم أو إذا خر وضعف بعد القوة في العياة سنة لازمة والخرام بعد الفتوة أمر لا يتخلف والمرأة وعلى السحة جادة ثم نمأت عن سوكها قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيئاً ومثل الدنيا من أولها إلى آخرها كمثل زرع نبت بعد غيث مدرار فأعجب أهله ما فيه من الفقرة والجمل ثم لا يلبث أي من حطاماً قال سبحانه اعلموا أن من عيات الدنيا نعب ونهب وسينة وتكاخر بينهم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصطراً ثم يكون حطاماً ومن طال به العمر حتى لا أعليه الشيخ فَقَجَّاكُ النَّذِيرُ بِقُرْبِ لَجُلْ قَالَاً أَوَلًا نُعْمِرْكُمْ مَا يَذَنْكَرُهِينَ لَذَنْكَرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ قَالَاً بُخَارِي رَحِمَهُمْ اللَّهُ وَالْنَذِيرُ أَشْرِي وَأَعْمَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا بِينَ الْسِتِينَ وَالسَّبْعِينَ وَمَنْ بَلَغَ الْسِتِينَ فَأَعْذَرَ لَهُ لِقُولِ الْمُهْلَةِ قال عليه الصلاة والسلام أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى أَمْلِهِ أَخْرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِينَ سَنًا رواه النُّخَارِي ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يغتنا من عيات وما فيها من الشباب والبوة قبل فردهما ونعمل في حال الفراغ والغناء قبل نزول أطلالهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجلهم وهو يعرف اغتنم فمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وسحاتك قبل سرمك وغناءك قبل فقلك وفراغك قبل شهرك وعياتك قبل موتك رواه النساء وابتنامها بكثرة العمل الصالد والمحس على الوقت فلا يكون يوم العبد إلا خيرا من أمسك ولا غده إلا خيرا من يومه ومن استوى يومه فهو مرقوم ومن نتص على عقبيه بعد الاستقامة فهو خاسد ومن أعظم ما تذهب به أيام العام سدى إضاعة الأوقات من غير عمارة الآخرة ومن لم يعرف ببته فاته الانتفاع به وخير ما تعمر به الأوقات والاستياد من العلم النافع وكثرة العبادة وقراءة القرآن والكسف الحلاء والفغي وامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له تعظيم النشان وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها المسلمون لقد أظل لكم شهر الله المعرم أغافه الله إلى نفسه لأن تعظيمه من الله لا نعيب ونهار عموه من أنفس فيها بالمعاصر والنوم قال جل شأنه إن عدة الشهر عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خرب السماوات والأرض منها أربع أمقر ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسك قال معباسنا للربع أنه أذنك فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم وكثرة التطوع بالصيام في هذا الشهر فعل مسنون طالع عليكم أمام الله ونهارنا عن عصيري واشتغلنا بلا أمد الله وعرفه لا شكف لك خارطا خارطا لأجراء واشتغلنا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قال لله إلى سنتي بتسن فرقه وسيرته صلى الله عليه وعلى آله وصمه ومن ساب على آله وسنته أم ماذا فأرصيبه ونفسيه لأرض الله قال الله تعالى الله الذي جرمه من ضعفه ثم جعله بعد ضعفه القوة ثم جعله بعد قوة ضعفا وشيئا آية في كتاب الله رسمت معاهم مسيرة الإنسان في الحياة ومرافل من أقوله فيها ضعف ثم قوة ثم ضعف قفولة ثم شباب ثم شربة نرى هذه المراحل في من هولنا ونبسرها في أنفسنا وفي كل المراحل يلازم الإنسان ضعف دائم لا ينفق عنه ولا يقادر مسيرته فهو لا يقرر مع آلات الأمور ولا يقرر استقرار حياته ساعاً من نهار أولى هذه المراحل حين يكون فيها وليداً في المهدي لا يقرر على البيان بشعور نفسه وفهم مخيطه ضعيف في بدنه وسمعه وبصره وعقره ثم يده الله بالقوة شيئاً فشيئاً يهيئ أسبابها وينصي بنيانها وهو سبحانه وضعه على دوابها ومن تأمن فال الضعف في مرحلة المخولة أيضاً أنه يسلم في الحياة بلعاية الله وحفظه ومنه وكمال حكمته ورغمته وإحسانه وبره ونطفه سبحانه وفي فترة نشوه القوة قد ينزل مره هذه الحقيقة في الشرق بأنفه ويعدد فوته ويتباهى بصوته بصوته ثم جعل من بعد ضعفه قوة وهذه مرحلة الشباب أعز مراهي العمر والتي تتسر بالحيوية والعزيمة هي مصنع النجاحات والمؤمن أن صاحبها ينفض عن كاهره الكسل والخمون شاطر العباب متوشحا همة توابة للمعالي متفرقا بالترفع عن السفاس والدنايا مكبشا شبابا في ملك العلم والعمل يبني عقله وينمي فكره ويقوي إيمانه ويبير ربه نستثمر المطابن قوته ومطاسم قدرته لينقار الضهر وفراض عنه قال رسول الله